لمقاطعة نمساوية تفرط دورات إلزامية لمكافحة التطرف على طالبي اللجوء القصر وبعد تقييم إيجابة للمشروع التجريبي النمسا تطبق قواعد جديدة للعمل التطوعي لطالبي اللجوء يمكن هم عندهم قناعة هنا في الحكومة عندها قناعة أن في بعض الأشخاص بيتم عملية تطرفهم وهم هنا موجودين من خلال التجمعات اللي بيكونوا موجودين فيها عشان كده عايزين يعملوا عملية دورات تدريبية تأهيلية لموضوع المعاملة مع الآخر وبرضو ده كان مشروع تجريبي للعمل التطوعي اللي بتحاول بعض المقطعات تطبيقه أن يقوم اللاجئين في فترة الحصول على اللجوء الكامل بعمل تطوعي خلال قطع الأشجار تنظيف الشوارع أو كده شايف التجربة دي ممكن تكون مفيدة للمجتمع من خلال القرارات دي؟ طبعا ممكن جدا أستاذ منضوح يعني بصراحة هلأ خلينا نبدأ بموضوع يعني أنه مقاطعة نمساوية طفل الدورات الزامين وكافة التطرف على طالب الجوء هذا القرار بصراحة أنا أراه صحيح للغاية ولازم للغاية تعميمه لا أبدا ليجب تعميمه على كل النمسا بصراحة لأن مع الأسف الشديد يوجد كما قلنا مثل هذا الإرهابي السوري الذي ذبح ثلاث أشخاص في ألمانيا وأصاب خمسة آخرين بصراحة هذا كان من ساعة دخوله إلى النمسا يحتاج إلى دورة محو تطرف لأن كل من جاءة يعني فينا نقول يعني بشكل إلى حد ما كبير بصراحة بشكل كبير كل من جاءة إلى أوروبا من بعد 2022 هو فعليا خاصة من مناطق شمال شرق سوريا هذه المناطق التي كانت إما تحت سيطرة تنظيم داعش أو المنظمات أو الأحزاب الكردية أيضا المتشددة فهؤلاء الأشخاص تشددوا تشددوا إضافة للأشخاص الذين أيضا جاءوا من شمال غرب سوريا منطقة إدلب وما يقال عنها بالمحرر ولكن المحتل تركيا فعليا هؤلاء يحتاجون إلى دورة محو تطرف أضف على ذلك سيد الكريم هذه الدورات لمين للقصر الغير مصحوبين بذويهم يعني يجوا لوحدهم يعني ما عندهم حدا يربيهم ما عندهم حدا يرعاهم فبالتالي بصراحة كما ترى هذه الصورة أمامي كما يقوم هذا الشاب وهذا اليافع بمسح هذا اللوح يجب أن يعود عقلهم إلى هذه الطريقة نظيف فارغ من كل الأفكار المتطرفة التي مع الأسف أصيبوا بها خلال فترة وجودهم في سوريا بالفترة الأخيرة وانتقالهم من تطرف إلى آخر فبالتالي هذا شيء جيد جدا ويجب ونشاهد نحن العديد والكثير من المشاكل والتجاوزات التي تحصل في فيينا وإطلاق نار وطعن بالسكاكين وسرقة وبع مخدرات كلهم هؤلاء معظمهم من الذين جاءوا بالفترة الأخيرة يجب إعادة تأهيلهم حتى يدخلوا في المجتمع لأنهم سيبقوا مشكلة مستمرة غير منقطعة مادامة لا يوجد أحد يشرف عليهم وخاصة وين؟ في فيينا في فيينا طب بالنسبة للعمل التطوعي أيها فبالتالي مشروع العمل الإلزامي التطوعي لهم هذا البرنامج برنامج بناء ويساهم في إدماجهم يساهم في إشغالهم يساهم في تخفيف الفراغ فبالتالي هذا الشيء حتما يساهم نعم مفروض المشروعين دون يمشوا مع بعض بالتوازي هم ماشيين مع بعض نعم هم ماشيين مع بعض وحتى أكثر من هيك يا سيد الكريم حتى أكثر من ذلك يعني الذي سيعمل سيحصل على مبالغ إضافية يعني ألتلقى لعمدة كورزنبورغ كريستيان جيب من حزب الشعب يمكننا القول اليوم أن المشروع كان مفيدا للطرفين يعني للدولة وللاجئين وأنها كانت تجربة إيجابية نحن مدر فائلين مواصلة صغير فيها المستقبل ورفعت البلدية تعويض الساعة من يورو ستين سنت إلى أربعة يورو وخمسين سنت مع تحديد حد أقصى قدره مئة وعشرة يورو شهريا يعني هذا طالب اللجوء صار عنده دخل مادي مالي عفوا مالي إضافي بيقدر يحسن من خلال وضعه حتى يحصل على حق اللجوء وما عندهش فراغ وما عندهش ملل بضضبط وما عندهش أي تفكير يرفع وعم يتعامل مع المجتمع وعم يحصل على مدخول صعيم هو الدخل الفلكي ولا الدخل الكبير ولكن أنت كطالب لجوء حياتك كله مؤمنة تأمين صحي آكل شارب نايم كل شيء أمورك تمام ومئة وعشرة يورو يضافيه فهذا حتما شيء ومن الاحتكاك يتعامل باللغة بضضبط فيبتعد عن جو التطرف فمن جهة دورات بحو تطرف ومن جهة أخرى ومن جهة أخرى عمل الزامي للجميع